موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهزائي الطلبة والطالبات مع حلقة قديدة من حلقات أساسيات التحكم الآلي كنا تكلمنا في الحلقات الماضية تكلمنا عن أساسيات التحكم تعريفات لبعض مصطلحات التحكم تكلمنا كذلك على المثماتيكا المودلينج أو النمزجة الرياضية لأنظمة التحكم كلمنا كذلك على كيفية تمثيل هذه المعادلات الرياضية أو النمزجة الرياضية عن طريق المخطط الصندوقي وعن طريق مخطط تدفق الإشارة كلمنا كذلك على كيفية تبسيط هذه المخططات ثم انتقلنا إلى كيفية تبسيط هذه المخططات وكيفية تحليل هذه المخططات وكيفية إيجاد الأوبر أولتران سيفير فونكشن أو ما يسمى بدلة التحويل الكلية ومن دلة التحويل الكلية قدرنا أن نعرف الاستجابة الزمنية للأنظمة وكذلك الاستجابة الترددية للأنظمة علاوة على ذلك اتكلمنا على الاستابلتي أو اتكلمنا على استقرار أو اتزان الأنظمة وكيفية معرفة هذا الاتزان عن طريق ما يسمى بالراوث استابلتي أو طريقة راوث وقلنا أن هذه الطريقة هي طريقة جبرية حسابية رياضية النهاردة هنتكلم على طريقة أخرى من طرق معرفة اتزان النظام وهي طريقة الروت لوكاس أو المحل الهندسي للجزور وهنبدأ إن شاء الله تعالى في كيفية رسم هذا المحل الهندسي للجزور وهنشوف كيفية معرفة استقرار الأنظمة وما إذا كانت الأنظمة هل هي مستقرة نسبيا أو مستقرة استقرارا تاما أو غير مستقرة موضوعنا النهاردة هو الروت لوكاس وطبعا عرفنا من الترانسفير فونكشن بتاعتنا أو دلة التحويل الكلية أن الكاركترستيك اكويشن هي عبارة عن مقام هذه الدلة والتي تساوي سفرا تعرف باسم الكاركترستيك اكويشن أو دلة التميز أو دلة المميزات أو دلة الخواص في بعض الكتب وعرفنا كذلك أن أقطاب أو جذور هذه المعادلة تعرف باسم أقطاب المعادلة وهي التي تحدد ما إذا كانت هذه المعادلة أو هذا النظام مستقر أو غير مستقر وعن طريق راوث عرفنا أن النظام يمكن أن يكون مستقرا إذا كانت كل هذه الأقطاب على يصار المحور التخيلي للإستفليم وإذا كان أحد هذه الأقطاب على يمين المحور التخيلي فإنه يصبح غير مستقر لكن في الروت لوكاس هنرسم مصار أو محل هذه الجذور ومن خلال هذا المحل لمصار هذه الجذور هنقدر نعرف مدى استقرارية هذا النظام هنقدر نعرف أولا إذا كان النظام مستقرا أو لا وإذا كان مستقرا هنعرف مدى ونسبية هذا الاستقرار وبالتالي بنجد أني الروت أو جذور دالة الخواص أو معدلة الخواص تعتبر الأقطاب للكوليس دلوب سيستم أو ما يسمى بنظام التحكم المغلق وإن هي بتحدد لي الأبسليوت والريلاتف استابلتي لنيريال سينجل امبوت سينجل اوتبوت سيستم بمعنى أن هذه الأقطاب تحدد ما إذا كان النظام متزنا اتزانا مطلقا أو اتزانا نسبيا وزي ما اتفقنا أن كل شغلنا على اللينيار سيستم وعلى الطايم انفارياند لينيار سيستم فهنجد أن الروت لوكاس هي عبارة عن طريقة بيانية احنا قلنا الروت سيستابلتي هي طريقة جبرية لكن هنا هي طريقة جبرية وهذه الطريقة الجبرية بترسم المحل الهندسي للروت في الاستبلين as a function أو as كدالة في متغير من متغيرات النظام أو كل متغيرات النظام بعضا الروت لوكاس هو عبارة عن طريقة بيانية لرسم المحل الهندسي للجذور في الاستبلين as a parameter is valid يعني كدالة أو عندما يتغير احد هذه احد متغيرات النظام وعادة بيكون الكسب في المصاري الامامي للنظام وبالتالي كان اول او من عمل على هذه الطريقة هو طريقة هو events وبعض الاحيان بتسمى بطريقة events وطبعا احنا قلنا ان هي مميزة او بتستخدم في تصميم الاستبالة او معرفة ما اذا كان النظام بتاعه مستقر او لا وكذلك transient response اللي هي الاستجابة العابرة للنظام وبالتالي فان الروت لوكاس او المحل الهندسي للجذور هي طريقة تستخدم في معرفة ما اذا كان النظام مستقر او لا واذا كان مستقرا فالهو مستقرا استقرارا مطلقا او استقرارا نسبيا وكذلك يمكن بهذه الطريقة ان انا اعرف transient response او ما يسمى باللاستجابة العابرة للنظام ده التعريف للروت لوكاس وبالتالي لو عندي closed loop system له transfer function او له دلة انتقال كلية t of s بتسوي key في g of s على 1 زائد key g of s في الh of s حيث g of s هي دلة المسار او دلة تحويل transfer function بتاع المسار الامامي وh of s هي دلة المسار للتحويل او دلة الانتقال للمسار الخلفي وبالتالي احنا محتاجين نعرف عن طريق الروت لوكاس البولز بتاع هذا النظام هل هي بتتغير بتغيره key او لا الkey اللي هو احنا بنسميه الكسب او الايه او الجين بتاعنا وبالتالي بداية لازم احدد الoverall transfer function بتاع النظام اللي هو t of s يساوي key الكسب في g of s على 1 زائد الkey في g of s h of s حتى يكون اي بول له مسار وله محل هندسي لابد ان يتحقق شرطين لابد ان يتحقق شرطين الشرط الاول ما يسمى بالamplitude condition او المagniitude condition اللي هو شرط القيمة يعني وهذا الشرط بيقول لن key g of s في الh of s بتسوي مقص واحد من اين جاءت هذه العلاقة او هذه المعادلة جاءت ان انا اوجدت الcharacteristic equation بتاعتي اللي هي واحد زائد key g of s في الh of s بيساوي سفل سويت المقام بتاع الoverall transfer function بتاعتي بالسفل ومن ثم اصبح key g of s في الh of s بتساوي ناقص واحد وطبعا نظرا لان هذا في الhs domain وان الhs دي يكون بالكسنامبر فبالتالي يمكن لهذه المعادلة ان تكتب عن طريق قيمة و زاوية يمكن ان تكتب عن طريق قيمة وزاوية طبعا القيمة بتاعت اللي هي واحد للزاوية 2 key زائد واحد في 180 درجة وبالتالي زا ما قلنا ان لكل بول لكل قطب لكي يكون له محل هندسي لابد ان يحقق شرطين الشرطين هما الموضلس او قيمة key g of s في الh of s بتساوي واحد وان زاوية هذا وانه يحقق الزاوية key g of s في الh of s يساوي 2 key زائد واحد في المية وثمانية دولة شرطي لابد ان يتحقق لكي يكون لأي بول او اي قطب او اي جذر له محل محل هندسي طبعا انا لما بتكلم على جذور لاني اللي transfer function الover all transfer function نوعين من الجذور اذا سويت البسط بتاع transfer function بالصف فانا هتحصل على جذور وهذه الجذور تسمى بالzero خلاص بينما المقام لو انا سويته بالصف حاجة ان انا بتحصل على ما يسمى بالroads بتاعي او الاي او الاقطاب يبقى ازا transfer function لها نوعين من الجذور اذا سويت البسط بالzero فانا بتحصل على جذور وهذه الجذور تسمى بالzero او الاصفار لكن اذا سويت المقام بالzero فانا بتحصل او بحصل على جذور وهذه الجذور تسمى بالبولز طبعا زي ما اتفقنا ان البولز لها عامل مهم جدا وهي اللي بتحددلي الاستبالي او استقرار او اتزان النظام راوس قال اني كل البولز بتاعتي في اليسار للمجنري اكس بتاع الاستبلين اذا هذا النظام نظام مستقر لو ان احد هذه البولز او هذه الاقطاب او جذور معادلة الخواص او جذور مقام الترانسيفير فانكشن كانت في الجزء الايمن من المحور التخيلي اذا هذه او هذا النظام يصبح نظاما غير متزن او غير مستقر لكن احنا هنا هنشتغل بيانيا وبالتالي هقدر اعرف اذا كان مستقرا او لا اذا كان مستقرا كذلك فيمكن اننا اقول هل هذا النظام مستقرا استقرارا مطلقا اللي احنا بنسميه الابسليوت استابيلتي او انه مستقرا استقرارا نسبيا اللي احنا بنسميه ريلاتف استابيلتي تعال نشوف كيفية رسم الروت لوكاس ازاي انا برسم الروت لوكاس يبقى يبقى مهم جدا اننا اشوف الـ over all transfer function بتاع السيستم بتاعك ثم هنتبع الخطوات اللي احنا ايه اللي احنا هنقولها دي هم five rules او خمس قواعد لو احنا مشنين عليهم ان شاء الله تعالى هيكون من السهولة اننا اقدر ارسم الروت لوكاس او المحل الهندسي لليه الجزور بتاع transfer function بتاعتنا اول rule هو number of branches number of branches قبل ما ارسم خالص لازم اكون عارف عدد الفروع اللي هيمشي فيها هذه الروتس او هذه الجزور عدد الروتس او عدد الافرع او عدد المسارات اللي هيتخذها اللي هتتخذها حركة هذه حركة هذه الروتس او حركة بالاحرى حركة البولز بتاع بتاع النظام وده عادة بيكون مساويا عدد او عدد the number of branches of the root لوكاس are equal to the number of closed loop بولز يبقى عدد الافرع اللي هي هشتغل عليها في الروت لوكاس دائما بيكون مساويا لليه برضو انا بكلم من الناحية العملية بمعنى اننا ممكن عدد الاسفار يكون اكبر من عدد الزيروز من عدد البولز من الناحية العملية دائما بيكون عدد البولز اكبر من عدد الاسفار وبالتالي احنا بنقول ان عدد الافرع مساويا لعدد البولز لا لان الانبولز بيكون او الانظمة العملية بيكون البولز فيها اكتر من الزيرو يبقى اول قعد عندي هو number of branches عدد الافرع بيتوقف على عدد البولز بتاع السيستم او بالاحرى انه هو يساوي عدد البولز بتاع الا بتاع closed loop السيستم خلاص برضو مرة تانية عدد البولز بيحدد من characteristic equation او معادلة الخواص ومعادلة الخواص هو مقام overall transfer function مساوية للسفر خلاص بعد ما سويت المقام بالسفر اذا تحصلت على characteristic equation احل هذه المعادلة اوجد الجذور التي تجعل هذه المعادلة مساوية للسفر هذه الجذور اللي احنا بنسميها اقطاب النظام او system balls او closed loop system balls تعال نشوف الرول التانية الرول التانية كذلك لا بد ان symmetry يحصل تماثلية لهذه الافرع around real access يعني هذا المحل الهندسي لحركة الroats او حركة balls لا بد ان تكون متماثلة حول المحور الحقيقي في الاسبلي يبقى تاني rule او تاني قاعدة انا بمشي عليها علشان ارسم الroats لوكس للبولز او للroats بتاع النظام ان الroats لوكس symmetrical about the real access او بيكون متماثل حول المحور الحقيقي ثالث شيء او ثالث قاعدة ما يسمى بالreal access segment الreal access segment الreal access هجد اني معظم البولز بتقع على الreal access معظم البولز والzero بتقع على الreal access ومن ثم لابد ان يكون هناك قطع او مسارات للبولز على الreal access بتاعي كيف احدد segment على الreal access عن طريق ان انا اشوف الroats الroats اكبر من الzero الroats لوكس بيكون موجود على الlift لأي عدد فردي سواء كان هذا العدد فردي للبولز او عدد فردي لل zero او الاثنين معنى بمعنى لو انا عند نقطة معينة وعايز اعمل مصار انا هبص على يسار هذه النقطة لو اني لقيت بول واحد او zero واحد وبالتالي اقدر اعمل مصار لو لقيت اتنين على اليمين ما اقدرش اعمل لاني اصبحت العدد عدد ايه عدد زوج خلاص كذلك لو لقيت ثلاثة اذا اقدر اعمل ايه اعمل مصار او اعمل على الريال اكسز او على المحور ايه المحور محور الحقيقي او المحور الافقي للس للس بلين كمثال قدامنا على الشاشة قدامنا على الشاشة استبلين وهذا الاستبلين لنظام هذا النظام له 2 بولز و 2 زيروز هذا النظام له 2 بولز و 2 زيرو طبعا البولز دائما بتبقى بالعلامة X والزيروز بتبقى العلامة الدايرة اللي موجودة عندي وبالتالي انا عندي هذا النظام اللي هو موجود قدامي ده له 2 بولز وله 2 زيروز اللي 2 بولز عند نقص 1 وعند نقص 2 يعني S زائد 2 و S زائد 1 الكلام ده بيستوي السافر البسط نفس الحكاية S زائد 4 و S زائد 3 من خلال الرسمة اللي موجودة قدامنا دي السيجمنت انا عندي نقص 1 مثلا عند النقطة نقص 1 هل قبلها اي حاجة اي بولز او زيرو مفيش حاجة قبلها وبالتالي مش هقدر عمل السيجمنت طيب تعال نشوف نقص 2 اه فعلا وجدت قبل نقص 2 في بول واحدة يعني عدد فردي اذا ممكن الخط الواصل بين نقص 1 ونقص 2 ده احنا بنسميه اللي ايه سيجمنت خلاص طيب تعال نشوف عند الزيروز نقص 3 الدايرة اللي عندها نقص 3 دي البولز او الزيرو او مجموع البولز والزيرو اللي قبلها زوجي ولا فردي انا شايف قدامها اتنين بولز وبالتالي ده عدد زوجي وبالتالي ما اقدرش اعمل سيجمنت قبلها طيب تعال نشوف اربعة لقيت في زيرو قبلها وبالتالي ممكن اعمل سيجمنت بين النقص 4 والنقص ايه والنقص 3 وبالتالي في هذا الشكل فيه 2 سيجمنت اوفروت لوكاس بين نقص 2 ونقص نقص 1 ونقص 2 والسيجمنت التانية بين نقص 3 ونقص 4 ده كان بالنسبة ليه احنا كده شفنا 3 رولز شفنا 3 رولز نشوف كده رابع رول نشوف رابع رول الرابع رول وهي الستارتينج اند اندينج بوينتز احنا قلنا ان هناك مصار وهناك محل هندسي لحركة الروز في الاسيبليم طالما في محل هندسي طالما في مصار هذا المصار لابد له من بداية او نقطة بداية وكذلك لابد له من نقطة ايه؟ من نقطة نهاية كيف احدد نقطة البداية ونقطة النهاية هو ده الرول رقم ايه؟ رقم اربعة عادة الروت لوكس بيبدأ من البولز سواء كانت هذه البولز فاينايت يعني معرفة او كانت موجودة في اللانهائية انفينيتي يعني اما البول تكون موجودة قدامي او ان هي بفترضها ان هي في الانفينيتي وبالتالي دي بداية ليه؟ بداية المصار بينما النهاية المصار او النقاط النهاية بيكون عند سواء برضو عند الفاينايت زيروس او الزيروس الموجودة فين؟ في اللانهائية او الانفينيتي بيبقى موجود فرضيات طبعا ان بيبقى موجود في زيروس وبالتالي انا بأتخذها كنقطة ايه؟ كنقطة نهاية لهذا المصار اذا اي مصار لابد ان يبدأ بنقطة وينتهي بنقطة بداية النقطة هي البولز سواء كانت محددة او عند اللانهائية ونهاية النقطة او نهاية المصار هي زيروس سواء كانت هذه الزيروس معروفة من خلال البسط بتاعي او انها انا بافترضها في الايه؟ في الانفينيتي او بمعنى اخر لو اني والله عندي number of zeros اقل من number of balls يعني ايه الكلامنا يعني انا والله عندي اتنين زيروس وعندي تلاتة بولز اصبح المفترض ان هو يكون عندي تلات مصارات تلات مصارات يعني المفترض يكون عندي ست نقاط تلات نقاط بداية وتلات نقاط نهاية احنا قلنا ان تلات نقاط بداية هي البولز وان النقاط النهاية او ال end points او ال ending points هي الزيروس انا عندي اتنين زيروس وبالتالي انا هافترض ان هناك زيرو في الانفينيتي ومنسمى اقدر اعمله مصار يمشي عليه اللي احنا بنسميه اللي هي مصار التعارف او مصار اللي هي التقارب اللي احنا ايه اللي احنا هنشوفه ده مثال اهوت في السلايد التاني في مثال هذا المثال closed loop system وtransfer function زي ما احنا شايفين هكده واحنا عندنا والله كام كام زيروس اس زائد ثلاثة واس زائد اربعة يبقى انا عندي اتنين زيروس واحد عند نقص ثلاثة واحد عند نقص اربعة وعندي كام بولز عندي كذلك اتنين اس بتساوي نقص واحد واس بتساوي نقص اتنين وبالتالي انا ما عنديش مشاكل في هذا النظام اذا عندي مصارين لحركة الروتس ما ايش او عندي محلين لحركة الروتس وبالتالي اقدر اقول والله كل مصار له نقطة بداية وله نقطة ايه نقطة نهاية وبالتالي مثل هذه الانظمة بيكون مريحة في الايه في الاناليسيس بتاعتنا طيب تعالا كده نشوف ازاي انا اقدر احدد السلوك المصار عند اللا نهاية بمعنى ان انا ممكن الاقي بولز او الاقي زيروس في اللا نهاية او في الانفينيتي ازاي اقدر ان انا احدد هذا المصار ازاي اقدر احدد اتجاه الحركة بتاع الروتس ده من الروتس رقم ايه رقم خمسة زي ما قلنا هوت ان الروت لوكاس تقريبا عبارة عن ستريت لاينز طالما فيه ستريت لاينز يبقى لا لابد ان يكون هيقطع المحور الافق اللي هو محور الكزء الحقيقي وهيمشي باي زاوية يعني هل هي زاوية قائمة هل هي زاوية حدة هل هي زاوية منفرجة هل هتبقى زاوية مية وتمانين وهكذا فهو ده اللي احنا بنحدده فيه الرول رقم ايه رقم خمسة يبقى انا في الرول رقم خمسة هشوف الاتجاه الى النا نهائية الى البول او الزيرو اللي انا مش مش عارفه اللي انا فرضه عندما لا يتساوي البولز بالايه عندما لا يتساوي البولز بالزيرو بفترض ان هناك احدهما موجود في اللانهائية انا عايز اروح له فانا بفترض اتجاه طالما انا بفترض اتجاه يبقى لازم زاوية وكذلك بفترض من اين ابدأ يعني النقطة التقاطع هذا الاتجاه او هذا المصار اللي انا عامله مع المحور اللي ايه مع المحور الحقيقي او الريال اكسس هنشوف دلوقتي هناك معادلتين بيحددلي الاتجاه بيحددلي النقطة التقاطع هذا الاتجاه او هذا المصار مع الريال اكسس وكذلك الزاوية اللي هو هيمشي بناء عليها زي ما قلنا او زي ما حددنا يمكن ان تكون زاوية حدة زاوية قائمة زاوية منفرجة وممكن تكون كذلك مية وتمانين ثم بيبدأ يقرر نفسه بعد كده تعال كده نشوف نقطة تقاطع المصار مع نقطة تقاطع المصار مع المحور الافقي اللي هي دلتا اي دية الصغيرة بتساوي مجموعة الفاينايت بولز ناقص مجموعة الفاينايت زيرو على النمبر اوف فاينايت بولز ناقص النمبر اوف فاينايت زيرو معدلة سهلة جدا كل معطياتها موجودة يعني كل الحاجة اللي موجودة في المعادلة دية already given بمعنى الفاينايت بولز مع معروفة يعني انا عندي بول عندي ناقص واحد وعندي بول كمان عندي ناقص اتنين وعند بول عند نقص 4 هجم حهم نقص 1 زائد نقص 2 زائد نقص 3 يعني هتبقى نقص 6 ونقص الفاينايت 0 برضو لو عندي 2 زيروس بسنا الموجودين يبقى عند نقص 5 ونقص 6 يبقى نقص 11 هطلع البس وعند النمبر اوف فينايت بول اللي احنا قلنا 3 وعند النمبر اوف فينايت 0 اللي احنا قلنا 2 يبقى 3 نقص 2 اللي هي 1 في المقام واقسم البسط عن المقام هيديني النقطة التي يتقاطع بها او التي يتقاطع عندها المصار مع المحور الريال او المحور اليه المحور الحقيقي طيب انا عايز اعرف اتجاهي اتجاه هذا المصار هل هو ماء الا اليمين هل هو قائم هل هو متجه الى اليسار هل هو موازي او على المحور الافقي او المحور الحقيقي ده اللي احنا بنعرفه من خلال السيتة بتاعتي فالسيتة بتاعتي ده بنس على الكي اللي هو الجنز بتاعي اثنين كي زائد واحد في الواي على نفس المقام بتاع الايه بتاع المعادلة الاولى اللي هو والنمبر او نفس المقام بتاعي بولز منس المقام بتاعي ونفس المقام بتاعي بالنسبة للتعليق طبعا مع الايه مع تغير الكي الكي هتبدأ من زيرو زائد او ناقص واحد زائد او ناقص اتنين زائد او ناقص ايه زائد او ناقص ثلاثة وحكذا وطبعا بناء على هذا التغير انا بوجد الانترسيكشن او تقاطع هذا المصار مع المحور الحقيقي وكذلك الزاوية التي يميل بها هذا المصار على المحور الحقيقي تعالي نشوف مثال كده هو المثال بيقول لي sketch is the root locust for the system shown in figure وهذا النظام هو نظام closed the loop system اه هو البصل بتاع key في s زائد ثلاثة على s في s زائد واحد في s زائد اثنين في s زائد اربعة طبعا how many balls how many zeros عندي zeros واحد عدد الزيروز هو واحد خلاص وعندي لو احنا متابعين في اللي سلايد حاجة برضو البولز واحد اثنين تلاتة اربعة اربعة balls balls عند s بتساوي 0 ball عند s بتساوي نقص واحد ball عند s بتساوي نقص اثنين ball كذلك عند s بتساوي نقص ايه نقص اربعة هات المعادلتين اللي هناك اللي احنا في اللي سلايد اللي فاتت ونحسب الانترسكشن او النقطة التقاطع خط التقارب اللي هي delta a بتساوي finite balls مجموعة finite balls نقص مجموعة finite 0 على number of finite balls minus number of finite 0 كان بولز عندنا احنا قلنا اربعة 0 نقص واحد نقص اثنين نقص اربعة يبقى انا هاجمحهم يبقى 0 نقص واحد نقص اثنين نقص اربعة هو summation of finite balls وهطرح منه نقص summation of finite 0 يبقى نقص هو 0 واحد اللي عند اللي هو نقص ثلاثة يبقى نقص نقص ايه نقص ثلاثة على number of finite balls ايه number of finite balls اللي هو واحد اثنين تلاتة اربعة اربعة بولز وال number of finite 0 اللي هو